السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم محاضرة اليوم بعنوان modeling fluorescence of nanofibers طبعا المحاضرة دي ما هي الا مثال تطبيقي للمحاضرة اللي هي كانت بعنوان predicting fluorescence فاحنا ان شاء الله في المحاضرة دي هنتناول example وهنتبع نفس الخطوات اللي احنا تعلمناها في المحاضرة السابقة اللي هي predicting fluorescence فدا المركب اللي معانا المركب اللي معانا تحت الكاتوكري اللي هي النانوفايبر molecular electronics دي اعتبر branch of nanotechnology focused on the fabrication of electronic components of building blocks at molecular level فده غالبا بيستخدم single molecule or clusters of molecule polymer at the micrometer scale organic molecules having a root like shape زي المسال اللي معانا have been one focus of research including substituted quater phenylines here we will model the optical properties of silly compounds from this family فالمركب اللي معانا ده structure بتاعه اللي هو quater phenylines عندي هنا اربعة phenyl group ودي الصيغة العامة للفاملي دي فعندي هنا X وعندي هنا Y بطبعا بيبقى عندي different groups من X و different groups من Y احنا ان شاء الله في المحاضرة دي ال X و Y هيكون هنا مثلا H و H كده مركب مرة أمين و H هنا في أمين group وهنا في H ومرة هنا أمين وأمين طبعا دي family وفيها العديد من زي مثلا المذكور معانا هنا كده دي كلها groups في ال X و Y لكن احنا ان شاء الله في المحاضرة دي هنتكلم بس عن الثلاث مركبات دول هنقيس و هنقيس طبعا زي ما اوضح هنا molecular electronics ده بيبقى advice أو دائرة يعني بيكون عندي بيبقى ممكن يكون single molecule او ان شاء الله هنتناول برضو in details application لكن احنا هنا بس في المحاضرة دي احنا خدنا مثال المثال ده بستخدم في فاحنا هنا الهدف من المثال ده هنطبق او هنحسب المركب ده ونقرنه بال experimental طبعا هنحسب و هنحسب ده على سبيل المثال اللي هو أمين وفيه هنا ده ground state ده وده ده اللي هي بالنسبة لي في ground state هنلاحظ كده every other final ring بتبقى twisted يعني عندك ده لكن ده twisted وده twisted يبقى كده في ground state لكن في excited state انا عندي الثلاثة دولار بيبقى twisted بيكون out of the plane دي بس اللي في وده الثلاثة بتكون twisted طبعا بزوايا مختلفة في الثلاثة ده experimental وده calculated لثلاثة مركبة بالنسبة ل excitation لو بصينا كده وقررنا ما بيني هنلاحظ هنا هنقول مثلا كويسة 313 324 somewhat over estimated 324 و 326 قراربين يبقى انا عندي الاثنين دولار المركبين دولار بالنسبة ل بالنسبة بالنسبة لو قررنا كده 367 388 بعيدة 386 404 بعيدة 419 410 ده اللي هي صموات قريبة طبعا ده باستخدام الموديل اللي هنلا باستخدامه اللي هو ABFD والبيزيسات المعروفة نرح شوف الحساب وعلشان تقدر تشوف الفيديو ده كامل لازم تكون منتصف في القناة عندك مينبرشيب فلو انت كنت منتصف في القناة والغيت الاشتراك ممكن تبعطي ايميلك يفضل جيميل وأنا أبعدتك لينك تقدر من خلاله تحمل وتشاهد الفيديو ده الفيديو ده موجود على القناة في كورس القوات الميكانيكس 3 اللي هو MODELING EXCITED STATE هادي الحسابات فطبعا ايه ده بالنسبة لأول حاجة اللي هو الHH فتحناها ده طبعا احنا متعودين نفتح برضو من نوتباد هنا اهو وده اللي هي اللي سيتر السنس بتاحها 1.8 وده اللي هي First Excited State ده هتبقى الفيديو ده الفيديو ده بيوضح لي UV والفروسنس ده للعديد من السبستيوتنس للمركب اللي احنا اشفناه وبكده يبقى وصلنا نهاية المحاضرة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة